موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها عن ما وراء حملة الاستهداف لعائلة الفريق الراحل أحمد قايد صالح في البداية يجب أن نؤكد على أمر هام أننا نحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن القايد صالح ولا بصدد تقديسي ولا بسبب أنه رجل لم يخطئ أبدا بل أننا كنا ننتقده أنا شخصيا توقفت عن توجيه الانتقادات لقايد صالح إلا في أفريل 2019 بعدما تبين لنا أن الرجل يؤدي دور كبير لإنقاذ الجزائريين والجزائر من مخالب عصابة لو تمكنت من الجيش لبطشت بالكل الجزائريين وبطشت بالشعب الجزائريين إذن لسنا من الذين يتزلفون لهذا أو ذاك هذه من جهة من جهة أخرى أنه عندما الآن نتحدث عن القايد صالح ليس الرجل راه عند ربه توفي رحمة الله عليه يعني لا نرجو من ذلك جزاء ولا شكورة من يقدم على شيء ويدافع عن جهة معينة أو يتخذ أي موقف أكثرهم يريدون من ذلك تحقيق مكاسب ترى وش المكاسب راح نحقها من طرف القايد صالح وخاصة أنه لهيمنوا الآن على السلطة كلهم ضد القايد صالح يقومون باجتثاف حصيلة القايد صالح ومنهم الرئيس تابون بحد ذاته الذي نجى من العزل بعد ظهور نتاعه عبر تويتر بذلك الفيديو وتدخل فرنسا وهذا الذي نتحدث عليه إن شاء الله شفتم طليبة اللي كان نائب في البرلمان وصل حتى لدرجة نائب رئيس البرلمان كان في عهد بتفليقة من أزلام هذا ذلك النظام ففترة معينة لما تم توقيفه راجت المعلومات أنه تحدث عن أبناء القايد صالح وبعد ذلك سكت صدر بحقه حكم قضائي في قضية تناولتها الإعلام في هذه الأيام بالضبط فجأة تظهر رسالة هذه الرسالة أرسلت باسم طليبة إلى النيابة العامة في إطار التبليغ عن الفساد فساد أبناء القايد صالح الرسالة تم لتشاهدوا فيها في الشاشة مجلس قضاء الجزائر مكتب السيد النائب العام تبليغ عن جرائم فساد لفائدة طليبة بها الدين وبعد ما قدمه بعد أداء الاحترام للسيد النائب العام وما ذلك بعد يقول المبلغ عنهم المعنيين هم أحمد قايد بومدين أحمد قايد مراد أحمد قايد عدل أحمد قايد هشام ومعهم عروة عبد المري تهم الموجهة إليها أموال ومشاريع لا يستطيع أحد تقديرها ابتزاز رجال أعمال وتهديدهم بخلق ملفات تؤدي إلى السجن كذا تحويل أموال كبيرة بالعملة الصعبة تحويل ممتلكات خاصة تحويل أراضي فلاحية ميناء جاف وهو غير مطابق والحصول عليه بطريقة غير شرعية الاستفادة من مبالغ خيالية من الإشهار العموية لجريدة محلية تعيين إطارات في مناصب حساسة ومعاقبة آخرين طبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية ونظمة ممتلكات بالخارج صفقة مشبوهة ترقيات عقارية 13 مصارع وغيرها الكثير 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 إذن هذه الرسالة ظهرت مؤرخة في 20 ديسمبر 2020 أي سلمت لمجلس قضاء الجزائر نيابة العامة في 20 ديسمبر 2020 وفي اليوم نفسه تم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي طبعا لماذا تم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي هو لأن الهدف الأساسي هو أولا تحقيق مكاسب إعدعائية أكثر ولا أقد لأن مثلا أن النيابة لم تتحرك أول أمر ثاني أن المبلغ عن الفساد هذا معروض هو موجود في السجن وعنده قضايا ومرت محاكمته في قضية وكذا من المفروض أن هذه الأمور تنتظر لحتى يحق لأنه هو فاسد والفاسد لا يبلغ عن الفساد يجرى مع التحقيق أثناء استماع إليه إذا كان تم وجود أسماء جديدة ذكرها في التحقيق يتم استدعاء من طرف هذا التحقيق لحقق القضايا لكن بهذه الطريقة هي طريقة دعائية أولا وقبل كل شيء الهدف منها تحقيق مكاسب إعلامية ما هي المكاسب الإعلامية؟ أن هذه تم تقديمها يوم عشرين يعني يوم بعد يوم واحد للذكرى السنوية لآخر ظهور الجيد صرح وهو 19 ديسمبر 2019 عندما حضر أداء القسم الرئاسي وتم تكريمه أنذاك بمسابة الصدر يعني يوم عشرين ويفصل عنها يوم 23 ذكرى وفاته إذن الهدف أول حاجة هو تحقيق ضربة للجيد صالح لأنه الجيد صالح كشخص ما كانش حتى هدف عندهم يرجع الهدف الأساسي هو تحقيق ضربة للمسار هناك جهة عادت بقوة هذه الجهة كانت هدف الجيد صالح واستهدفهم الجيد صالح في حياته الآن تنتقم هذه الجماعة من هي؟ هي جذور العصابة تنتقم من من؟ تنتقم من القيد صالح؟ الآن القيد صالح حرحة تنتقم منه في تبون لما فشلوا كانوا بصدد إسقاط تبون بسبب مرضه وبدأوا يتحذرون ويقعدون جلسات وكانوا بهدف الذهاب إلى مرحلة انتقالية وتحدثنا عنها أمر والتصل بشخصيات سياسية هذا يوبي قوي في السلطة وموجود في الجيش لما فشلوا وظهر تبون بتلك الطريقة وبعد ذلك شفتوا اتصلوا به رؤساء ومبيهم الرئيس الفرنسي لوضع معه مخطط عمل معناه هو ضوء أخضر من باريس إلى الحكام في الجزائر بأنه مشروع عزل الرئيس انتهى وهؤلاء الذين يتحركون من أجل عزل الرئيس والانتقام القيد صالح يتحركون بإعازة من باريس لذلك أقول بأن الهدف الأساسي بعدما فشلوا في إسقاط تبون إذن تحركوا لإسقاط القيد صالح وهذه فرصة الذكرى الأولى السنوية وشفتم إخواني الكرام أن التلفزيون الجزائر لم يعد يذكر القيد صالح وإذا إردت أن تتحدى عرف قيمة رجل لدى نظام الحاكم شوف التلفزيون لم يتم ذكره عندما تحدثنا وكشفنا معلومات وصلتنا من داخل التلفزيون أن هناك أوامر من جهات عليا منعت إظهار أو الحديث عن القيد صالح القيد صالح ظهروا مؤخراً في وثائقي قالوا فيه هذه الكلمات من دون حتى ذكر اسمه في لحظة تكريم مستحق لمن رافق هذه الوثبة وفي غمرة الدلالات تلك تحدث الخطوة العملية الأولى هذه الجملة وهذا المشهد لا يمكن الاستغرار عنه لا يمكن أن تتحدث عن يوم أداء القسم وتتجاهل الرئيس المنتخب أن أزد وسام صدر إلى قائد الأركان ونائب وزير الدفاع لذلك اضطروا إظهاره في هذه الجملة وهذه الكلمات الغامضة فقط قد يتحدث البعض بأن هذا في إطار الذهاب إلى الدولة المدنية هذا زعيم عسكري قائد عسكري لعب دور مرحلة معينة الآن من زيده نتكلم عنه ليس لها لو كان هذا مازال موجود الآن مازال في مهامه العسكرية وجرى الاستغناء عن الحديث عنه لأننا في مرحلة دولة لديها رئيس مدني وكذا وكذا قولوا ممكن لكن هذا الرجل رحل وتوفي بطريقة تراجدية أبكت الجزائريين بعد خرج الشارع الجزائري في جنازته كان يوم تاريخي حقيقي يوم دفنه ما يمكن الاستغناء وعدم إظهاره إلا لأسباب سياسية يراد منها دفن المشروط أولا بالنسبة لشنغريحة شنغريحة أنه يريد أي مسؤول عسكر يأتي إلى منصب غالبا نقول أكثرية تطمس الدور الذي لعبه سابقة شنغريحة لما جاء لقى بصمات كبيرة للجيز صالح في المشهد السياسي خلينا من المشهد العسكري في المشهد السياسي إذن لن يكون له ذكر هو لا يريد أن يعيش في ظل أو تحت قبعة القيد صالح هو يريد أن يخرج بخرجة جديدة وهذا تماهت مع أطرف أخرى هناك جهات لديها مصلحة أنه عندما تنتقم من القيد صالح وتنتقم من المسار فهي ستسقط تبون هؤلاء لا يريدون إبقاء تبون في المشهد الرئاسي لماذا؟ ليس لأنه تبون يشكل عليهم خطر هذا استبعدوه نهائيا لألتبون رايح يمشي معهم في الخط وتأكدوا ما بعد عودته مهما كانت ظروفه الصحية سيتماهى مع هذا اللوبي النافذ لن يقف ضده أبدا لأن الوقوف ضده معناها قد يصل الأمر إلى أشياء أخرى لا تحمد عقبها في مستقبل الرئيس في رئاس الجمهوري قد يصل الأمر حتى إلى انقلاب عسكر لا نستبعد شيئا لأنه الآن المنطق السائد هو منطق عصابة وليست منطق دولة هذه الحقيقة الحقيقة للأسف الشديد وفي ظروف سيئة للغاية إذن عندما فشل مشروع إسقاط تبون باستغلال مرضه الذي شفوه فرصة ذهبية وكيف تعاملت معه الرئاسة وسائل الإعلام وكيف تجاهلوه وللحظة هذه التي نتحدث فيها لم تظهر أي صورة للوزير الأوم ولا لمسؤولين في الدولة زاروا تبون ولم يظهر مرة ثانية باستثناء ظهوره الذي حدث يوم 13-12 وحكينا الأسباب التي دفعته لتلك الخرجة المفاجئة التي أغضبت العسكر وأغضبت الكثير من الأطراف النافذة لأنه تم إفساد مشروع بعض الجهات والأمر الثاني أنه خرج من دون استئذانهم أو الأخذ المشروع منهم والأمر الثالث أنه جاء بعدما تم رفض بث التلفزيون وبث الوسائل الإعلام الرسمية لتسجيل أسجله من قبل لذلك الأمور جاءت في ظروف معين لما أجهد المشروع فضح الأمر تدخلت الدوائر الفرنسية لتهديئة الأوضاع وربما تم الاتفاق على مخطط معين ستظهر ملامحه ولا أستبعد أنها تكون مرحلة شبه انتقالية وليست انتقالية حتى تكون متوازنة ما بين الأطراف الذين يريدونها انتقالية وما بين الرئيس والأطراف التي تريدها مرحلة غير انتقالية ربما يلجأون إلى مرحلة وهذا غير مستبعد شبه انتقالية تتخذ فيها بإجراءات معين وهذا الذي سنتحدث فيه في مداخلة أخرى بإذن الله إذن ربما تم الاتفاق على مرحلة شبه انتقالية بالتوافق مع دواء الفرنسية والإليزيئة الذي عاد بقوة في المشهد السياسي الجزائر إذن أفلت منهم تبون ما هي الخطة؟ الخطة الآن هي إسقاط ما تبقى من القيد صالح يتمثل أساسا في الانتقام منه شخصيا لخلق الأرضية المواتية عندما يظهر القيد صالح فاسد أولاد فاسدين أخذوا الأموال العمومية بهذه الطريقة والتبليغ يأتي من طرف شخص كان عضو في العصابة وبهذه الطريقة وبهذه الجراء وخاصة أنا أعطيكم معلومات أنه من قبل كان يرسم مراسلات إلى أطراف في السلطة يقول لهم أنا مستعد أتعاون معكم كما تريدون هكذا طريبة هكذا بهاء الدين طريبة يقول لهم أنا مستعد للتعاون معكم كما تريدون أن أكون المهم لا أقضي عمري في السجن ولا تصادر أملاكي ولا أي شيء فقط يريد إرضاءهم لذلك لو كان طريبة يدرك تماما أن إقدامه بهذه الخطوة ضد عائلة القيد صالح بصفته رمز للمسار الذي أفضل إلى وصول تبون إلى السلطة ما تجرأ هذه الجراءة جاءوا إعاز من جهات معينة وهذه الجهات لديها علاقة بالعصابة إذن قالوا له يجب أن تتحرك ضد أبناء القيد صالح الآن القضاء نحن نعرف أن القضاء الجزائري نملك قضاء مؤسسة قضائية ولكن لا نملك عدالة ما زال القضاء يسير بالتليفون ما زالت خلايا العصابة داخل مؤسسة القضائية ما زال هناك الكثير من القضاءات المرتشين ما زال الكثير المؤسسة القضائية في الجزائر فاسدة ونعرفها من الداخل ما زالت قضاء التليفون وما زالت فيه عصب بلوبهات قوية جدا تتجاوز وزير العدل وتتجاوز رئيس الحكومة وربما تتجاوز حتى رئيس الجمهورية كيف سيتعامل مع هذا الموقف إما أنه يفتح تحقيق أو أنه هذه أولا يفتح تحقيق فيها وهذا سيتم استدعاء أبناء القيد صالح وهذه بداية العملية سواء حتى وكون يستدعوهم فقط ويسمعوهم وتبقى القضية تأخذ مجراها القضاء خلاص عملية التشويه بدأت فعليا حتى لو كان في النهاية يخرج براء هذا من جهة من جهة ثانية إما أنه يحول هذا الملف يضيفه إلى أحد ملفات اللي موجودة عند الطليب القاضي التحقيق هو ينظر فيها ويشوف هذه المعلومات وما هي الأدلة التي يمتلكها لأنه لا يكفي أن يجي واحد متهم وموجود في السجن يقول ابن تبون ولا ابن فلان وفلان فيه وفيه وفيه مباشرة يتم سجنه أبدا ما هي الأدلة راح يتروحوا يكشفوا إذا كان مثلا أبناء القيد صالح الدو إشهار عمومي هل الإشهار عمومي الدوها أموال بدون ما يقدموا شيء أكيد مدام عندهم صحيفة نشروا الإشهار حتى لو كان أنه أخذوا هذا الإشهار بطريقة معرفة إذن مدام الدوها بطريقة معرفة إذن هناك خدمة ما فيش جريمة أنك تأخذ إشهار عمومي تنشره في صحيفة حتى لو كان أنك خذتها يذهب معرفة أو بامتيازات معينة أو شيء من هذا القبيل فهذا لن تستطيع إثباته إلا إذا اعترف الشخص الذي اعترهم الإشهار واعترف أحدهم بأنهم اخذها بمعرفة أو بضغط أو شيء من هذا القبيل المهم هذه النقطة الثانية إما أنه يحول القضي أو يتجهد لكن إخراجها إعلاميا بهذه الطريقة ماذا سيكون ستكون أرضية لخلق شكوك والتصعيد الشعبي تجاه المسار بحد ذاته لأنه هذا مهدفين عندهم هدف إما تشويه القيد صالح ومن ذلك تشويه المسار كله وإخضاع تبون كما الطريقة التي يريدون أو عزلوا أو إسقاطوا بهذه الطريقة أو إجباروا على الذهاب إلى انتخابات رئاسية مسبقة في 2021 في ظل هذه الأوضاع الأمر الثاني أنه هذه الطريقة طريقة إذا لم يصلوا إلى هذا الحد على الأقل يمارس ضغط شعبي ومحاولة تشويه ومحاولة كذا كذا وإسقاط رمزية القيد صالح رح من خلال إسقاط أبنائه إذن إخواني الكرام أنا أرى بأنه هذه التحرك الذي جاء من بهاء الدين طليبة هو إعاز من طرف جذور عصابة التي ما زالت في المشهد إذن وصول تحريك هذه الأمور ربما في الخفطة القادمة سنشهد أشياء أخرى تأتي من سلال ويحيا ربما من جهات أخرى هذا كل شيء غير مستبعد غير مستبعد في ظل نحن مقبلون على إعادة محاكمة التوفيق وترطاق والوزح النون ومعهم السعيد السعيد اللي أيضا فتحوا له قضية وداروا له أمر بإيداع أعف الحراش في قضية أخرى معناها ما يخرج وشكل رح يخرج من السجن رح يخرج ترطاق الجنرال ترطاق والجنرال توفيق وينتهي ملف الوزح النون معهم وبذلك يكون أنها استخرجوا عناصرهم استخرجوا جماعتهم ولم يبقى إلا السعيد بوتفريق الذي لا يسوي شيء يعني حتى الاستغناء عنه وسجنه واعتقاله لا يسوي شيء سيضحهم به ويضحهم ويحيهم وهذا طبعا العصابات يروح الراس الكبيرة يخله يواجه مصير ويجي راس كبيرة ويستمر المهم تستمر المنفع ويستمر لهذا اللوبي لذلك لا يشكل عليهم خطر البقاء السعيد بوتفريق في السجن ولا يحيى ولا شيء هذا يمضحوا بهم وانتهى الأمر لكن الذين هم رؤوس كانوا في جهاز المخابرات كانوا في الدياراس لديهم عناصرهم لديهم شبكاتهم لديهم لديهم نفوذهم في الجهاز وهم يريدون بهذه الطريقة استرجاع الجهاز هؤلاء عندهم علاقات قوية داخل المؤسسة العسكرية عندهم ناس هم مازالوا في المؤسسة العسكرية استرجاعهم معناها تحريك اللوبيهات لاسترجاع كامل للمؤسسة العسكرية استعدادا لخطوة قادمة تتمثل أساسا ما بعد تبون ما بعد تبون سواء جاء بسبب مرضه يرجع للجزائر قد أمامهم خيارات إما أنه يبقى يمارس مهامه إذا كان تعافى ويستطيع يمشي إذا ما ممشاش يستغلوا الوضع انتاعه إما يخلوه تحت الضغط معين حتى يستفزوا الشارع الجزائري في فترة وإذا كان فيه دوائر ترفض عزل بسبب وضعه الصحي أو يخرج لك ملف ويقول لك صاية أو أطباء أراه ويخالوا بأنه غير قادر وينفذوا عليهم المسار المسار الدستوري أمام الثالث أو أنه هو بنفسه يعلن استقالة المؤجلة في انتخابات رئيسية أو استقالة للفورية المهم أو يبقى كما هو عليه أي إذا كان هكذا يتماهى معهم فقد إسكاتهم واجعلهم يصفون حساباتهم السابقة التي حدثت في 2019 وبذلك يكون الحراك الشعبي الجزائري قد انتهى لذلك إخواني الكرام أن تحرك الطلبة ستتبعها تحركات أخرى لأنه الآن ليس الهدف فقط القيد صالح القيد صالح انتهى الهدف الأساسي استهداف عائلة القيد صالح وهذه راهي مقدمة أساسية لمخطط كبير يتم فيه استهداف المسار برمته واستهداف عبد المجيد التبون شخصيا وعبد المجيد التبون إذا تماهى معهم في هذا المخطط أعتقد بأنه في النهاية سيسقط في فخ هؤلاء وبذلك يدفع الثمن غالي آلي وهذا ما سيذر به كثيرا إذن إخواني الكرام الإشكالية أن التحركات لا تستهدف شخص جيد صالح فقد انتهى رحمة الله عليه ذهب إلى ربه بما له وما عليه ولكن الأساس الآن هو استعادة الأمور إلى نصابها هناك عصابة قوية أكبر من توفيق وأكبر من عبد العز بتفليقة وأكبر من سلال وأكبر من يحيى هناك لوبي يرتبط بدوائر خارجية سيطرة على الثروة أراد محو الثورة وهذا الذي حدث عبر الدستور ويريد استعادة الحكم والهيمنة وأخذ الجزائر إلى مصار قد يسل يوم إلى تقسيمها جغرافيا بعدما مزقوها ديمغرافيا من خلال ما طرحوه في أمور تتعلق بالهوية وأشياء كثيرة المصار الذي بدأ العام الماضي في عهد الجيد صالح في خطر حقيقي لم يبقى منه إلا القليل إنه مسار يحتضر ما بقي منه إلا تبون فقط كشخص حتى المحيطين به ما همش معاه قلبا وقالبا ولا هم مع المصار بل أنهم مع مصالحهم الحكومة والوزراء كلهم عادة العصابة في قناع جديد وثوب جديد وإعادتها ليس بسبب ذهبنا وتشجيعنا إلى ذلك المصار أو أن فيه جزائر الكثير من الجزائريين ذهبوا إلى انتخابات 12-12 أبدا استعاء عادتها بقوة هي بعد رحيل القيد صالح لو بقي القيد صالح على قيد الحياة ما كان الأمر سيسير بهذه الطريقة وسبق وأن تحدثت لكم في أحد المداخلات عن التوصيات والاجتماع الذي حدث بين القيد صالح وتبون قبل أداء القسم وقبل تنصيبه وما تم الاتفاق عليه أنذاك في مصار الدولة الجديدة أو الجزائر الجديدة التي يتحدث عنها تبون جزائر الجديدة مصار الجزائر الجديدة رأي بقي منه مراحل الأخيرة الآن تبون بين طريقين إما أنه يتمه مع هذه العصابة وينهي هذه الجزائر الجديدة أو يخليها كمسمة وهي في الحقيقة جزائر قديمة أو أنه يقف بالمرصاد ويتصدى لهذه العصابات وهذه ليس لديه قدرة على فعلها نظرا لأسباب كثيرة وأهمها أنه رئيس ليس له قوة وليس له نفوذ داخل المؤسسة العسكرية ليس له نفوذ داخل الأجهزة الأمنية ليس له نفوذ حتى داخل رئاسة جمهورية قاعدة الشعبية ضعيفة جدا وظهرت ذلك في استفتاء الدستور الذي استفتع لي ثلاث ملايين أي معناها أنه رئيس بلا شعبية شعبية أبدا الحركة الشعبية ضد الرئيس الحركة الشعبية الأصيل سكت الحركة الشعبية الذي بقي ومواصلة رسالته هيمنت عليه أطراف أصلا تعادي تبون تعادي القيد صالح تعادي المصار برمته وأمر آخر أنه بين هؤلاء من يتماهى مع أطرحات العصابة التي تريد استعادة زمام الأمور وزمام الحكم في الجزائر هذا ما يمكن قوله في هذا التعليق حول هذه الحادثة ألقاكم على خير بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر